هل تعتقد بأن الدعوات لعدم استقبال العرب أو اللاجئين السوريين في الأراضي التركية وإعادتهم مرة أخرى لبلدانهم العربية هل تعتقد بأن هذه الدعوات لها صدع على أرض الواقع؟ لا تعدو كونها دعايات انتخابية هذه تحصل عند اقتراب كل انتخابات لأن أي حزب لا بد له من ورقة يغضط بها على الشعب فهذه الأحزاب العلمانية لم يكن عندها تأريخ في الإعمار لم يكن عندها تأريخ في ترفيه المواطن لذلك ماذا يفعلون؟ من يبني بناء صرحا يظهره في انتخابية طيب إذا لم يكن يوجد عنده يلعب على واتر القومية عندنا في بلداننا من يلعب على واتر الطائفية في العراق مثلا وعلى ذكر العراق أرجو منكم ومن جميع المشاهدين الدعاء بصلاح الحال للعراق العراق يمر الآن وهو بلد الحبيب يمر الآن بأزمة يعني أمس كانت الجثث في الشوارع والدماء تسيل وكانت جذور أو بذور لحرب أهلية نسأل الله تعالى أن يؤمن العراق أن يؤمن في العباد والبلاد وسائر بلدان المسلمين اللهم اجعلها بردا وسلاما على بلادنا وعلى سائر بلدان المسلمين وأدعو الجميع اللا ينجروا خلف هذه الفتن والمحن اللهم ولي أمورنا أخيارنا ولا تولي أشرارنا نعم